السيدة محمد تفضل ازاي حضرتك يا الشيخ فضل ونعمة الحمد لله ربنا يبارك فيك الله يبارك في حضيك تفضلي من فضلك نسأل يعني ممكن تعتكف في البيت او حاجة يعني زي كده ولا الرجال بس طيب يا ستي سؤال ده حلو الغالب الغالب عند العلماء ان هم بيقولوا ان الاعتكاف يكون في المساجد لاني وانتم عاكفونا في المساجد فالاعتكاف في الاساس ان هو يبقى في المساجد عشان يبقى فيه وبعض الايمة بيشترط ان انت لما تعتكف تعتكف في المساجد جامع عشان تقدر تصلي الصلاة كلها وتقدر تصلي صلاة الجمعة اما في البيت بقى ان الواحد يعتكف ده وتتبقى اسمها خلوة الصحيح ان هي تبقى اسمها خلوة هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطينا ثواب هذا او ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطينا ثواب ويعطينا نفحات من نفحات الاعتكاف اسمه الاعتكاف الاعتكاف يكون في المسجد لكن هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعطي ثوابا للنساء أو ثوابا لمن يمكس مدة مع الله سبحانه وتعالى في خلوة نعم ورسول الله سلم شرع لنا الخلوة ولكن هذا على ألا يكون هذا في تقصير في حقوق البيت ولا في حقوق الحياة يبقى إذا أنت فعلت ده بغير تقصير في حق بيتك وفي حق أسراتك ولا في حق الحياة ولا لم يكن هذا هربا من الحياة ولكن إقبالا على الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا يكتب لك أسرار ونفحات وثواب إن شاء الله من ثواب ونفحات الخلوة إن شاء الله